مرحبا بكم متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة في أخبارنا السياسية البيان الختمي لقمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت يؤكد ضرورة تنفيذ التعهدات والاتفاقات المعتمدة في المجلس ويشدد على تعزيز بناء منظومة الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يعلن تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه الأمم المتحدة لتستبعد ارتكاب ميانمار إبادة جماعية بحق مسلمين روهينغا إسبانيا تسحب مذكرة التوقيف الأوروبية بحق الزعيم الكاتالوني السابق كارلس بوكديمون وأربعة من وزرائه السابقين وتبقي على المذكرة الإسبانية في أخبارنا المنوعة حكومة سيراليون تبيع قطعة من الألماس الغير مسكول بستة ملايين ونصف المليون دولار في مزاد بمدينة نيويورك الأمريكية ارتفاع معدل استخدام وسائل منع الحمل في البلدان الأكثر فقرا ترجمة نانسي قنقر